الفن رسالة ولغة عالمية تصل بمفرداتها الى شعوب العالم قاطبة وهنا تميز فنان اماراتي باسلوب فني حديث اضيف الى الفنون العالمية اعتمد فيها على الطبيعة والحفاظ عليها فعلى رمال شواطئ الامارات ظهر فن عالمي حمل اسمه دانات الشواطئ ليضاف الى الفنون العالمية المعاصرة استلهم فيها الفنان التشكيلي الاماراتي محمد الاستاذ الحمادي فكرة تنفيذه عبر اعمال فنية على لوحات قماشية متحررا من القيود التقليدية للفرشات والالوان الاعتيادية فابدع تفاصيلها باستخدام صداء الحديد بطريقة لم يسبقها اليه فنان فسجل كبراءة اختراع عالمية فن دانات الشواطئ بدايته في 98 قاعدين نتكلم عن 25 سنة ما شاء الله في هذا الوقت هذا تم تطويره ويحسب لدولة الامارات العربية المتحدة كفن جديد يضاف للفنون العالمية البصرية طبعا طلع من شواطئ دولة الامارات الحبيبة وانا حقيقة كل فخر ان هذا الابتكار طلع من على شواطئ دولتنا الحبيبة وبفكر اماراتي عربي بحت وسعيد انا حقيقة ان كل فتر قاعد اطور في هذا الفن وطريقة العرض طريقة استخدام الادوات كل مرة قاعدين نبحث عميقا في هذا الفن لوحات يطمرها الفنان تحت ربال الشواطئ لثلاثة اسابيع لتسهم الطبيعة عبر البد والجزري في تكوين لوحات فنية بتدرجات مختلفة للصدى تتعرض لاحقا ضمن مشاركات فنية دولية يقف الزائر امامها مشدودا بتفاصيلها الدقيقة وكل لوحة هنا نادرة وفريدة ووحيدة لا يمكن تكرارها الفنان الحقيقي هو من يضيف هو من يبدع هو من يبتكر ومستند على جذوره الفنية الثقافية الدينية الاجتماعية لذلك عليه ان لا ينسلخ من عاداته وتقاليده ومجتمعه والفنان الحقيقي فعلا هو من يضيف من محليته ليصل الى العالمية من خلال هذه العملية عملية الابداع ففندانات الشواطئ ولله الحمد عرض في بلجيكا في القصر الملكي او المتحف الملكي عرض في امريكا عرض في المانيا فعلا الفنان هو من يبدع فنا جديدا واسلوبا خاصا ثم يطوره ضمن اعمال بصرية درامية معتمدا على رباعية الرمال والملوحة والصدأ والزمن وهو اليوم فخور بكونه جزءا من عملية اعادة مكانة الهوية العربية والفكر العربي بين الفنون العالمية ترجمة نانسي قنقر